أنا أسألكم بالله عليكم سؤال فاديوم سمعتوا العلامة المرحوم الوائل يفشر بشرفكم أنا بس متعجب هذا ليش 24 ساعة يفشر تشوف يلا تعال اسمع شيطان ما يجي هو يحرك أدواته عدنا شيطان الإنسي والجن ولا قل لي المطربين شنو أدوات من أدوات الله تعال كلهم شنو أدوات سرسري وقف 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 ليش ليش يا جاي أمك المطرب جاي أمك حواليك من أموة سرسرية كاظم الساهر سرسري لك عمي كاظم الساهر مقدمة بقدك للعالم كاظم الساهر سرسري مهند محسن سرسري ماجد المهندس سرسري حاتم العراقي سرسري ليش سرسري ليش محمد عبد الجبار سرسري قاسم السلطان سرسري لك ليش كلهم شلع قلع وانت شعلك بهم انت روح لدينك انت روح أعلم ناسك اللي يتبعوك الشون يصلون الشون يصومون شلك علاقة بالمطربين قاعد على المنبر وتفشر على المطرب وتفشر على المدرمين زين وانا كودي رجل ديني يفشر لعد اذا انت تفشر لعد ايش اسوي جاوبني ايش اسوي كمل بالله كمل خلي شوف كمل والله كين سرسري ومن على المنبر اقول اي واحد مطرب بلاد المسلمين كوني اهلي شوفوا يبصق علي دمرتم بناء اوقف 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 تريد هاي العالم اللي تدفع مئات الدولارات على موضة تشوف حفلة الكاظم الساهر تدفل عليها ولا كاظم الساهر غادوا يسوي ولا حفلة بالعلاق لازم ملعب وانت انت دسوي هسه سوي جلسة شوف اشقد يجوك خمسين ثلاثين واحد انت هسه شقد مقاعد قدامك طبعا ولا يوم ولا يوم طلع المحاضرة مالته وشقد قاعدين بس هو بس هو تدرون ليش لانه كان مخبط قاعد قدامه بس ليش دا تفشر على عوائل العالم شنو شلع قلح سرسرية ليش شمسوي لك وين اكو بلد وذا اسلامي انت ش تريدنا نصير طهران ش تريدنا نصير لو تموتون لك هسه لو شققون رواحكم العراق ما يصير ايران ما يصير لك العراق من الملكية لحد الان بتنوع اطياف بتنوع بتنوع افكار انت تريد تلغي الشيوعيين وتريد تلغي العلمانيين وتريد تلغي الديمقراطيين وتريد تلغي الفنانين وتريد تلغي كل شي وتريد تلغي الجامعات وتريد كلها تريدها أنت على مو شنو إيران تقول لك عفية مو لا والله شوف رح أقول لك شغلة المطربين مو سرسرية علي الوردي يقول وعاض الصلاطين هم اللي سرسرية واعتقد أنت تعرف منهم وعاض الصلاطين وصلت الرسالة